بسم الله الرحمن الرحيم معكم الكابتن فهد الرجيبة لاعب سابق نادي كاظمة ومنتخب الكويت الوطني ورح أكون ضيف معكم في مرنامج من البداية لطالما استهوت الساحرة المستديرة قلوب كل من يفكر بدخول المجال الرياضي لما تحتويه من شعبية وشهرة عن المستوى العالمي وقل لما شهدنا تحول أعين لاعب المستطيل الأخضر إلى لعبة أخرى وعلى هذا الأساس تبدأ رحلتنا مع نجم كرة السلة الكويتية فهد الرجيبة فقد كانت بدايته عام 1987 مع نادي كاظمة عندما قرر ممارسة كرة القدم مع أحد أعرق الأندية الكويتية لتدوم تلك المرحلة خمس سنوات قبل أن يغير نجمنا رأيه بالتحول إلى كرة السلة عبر بوابة السفير التي احتضنتهم منذ الوهلة الأولى ليحقق معهم بطولات عديدة على مستوى الناشئين والفريق الأول لينتقل على أثرها إلى القلعة الصفراء ليحرز مع بن قادس لقب بطولة الأندية الخليجية أما على صعيد المنتخب الوطني فقد استطاع الرجيبة من مساعدة زملائه على نيل كأس بطولة الخليج لمرتين أولهما في عمان والتالية بمملكة البحرين ليتوقف عطائه كلاعب بموسم 2010-2011 ليبدأ بعدها مرحلة جديدة في عالم التدريب في العام الذي تال قرار اعتزاله حيث نال مع منتخب الكويت للناشئين على لقب 12 بطولة متنوعة ضمن فئتي 17-19 عاما وعلى مستوى الفريق الأول لتتوجه أنظار العميد إليه طالب منه تولي مسؤولية الفريق الأول لكرة السلة عبر منصب مساعد المدرب بموسم 2016-2017 ليكون خيرا معين لللاعبين والجهاز الفني أنذاك حين حصلوا على لقبي الدوري وكأس الاتحاد واليوم نتشرف بوجود أحد أفضل من مثل كرة السلة الكويتية لنستغيد أجمل الذكريات واللحظات التي عاشها طوال تلك الفترة التي امتدت إلى أكثر من ثلاثة قرون طبعا بداياتي في عالم الرياضة سنة 87 لعبت كرة غدم تقريبا ثلاث مواسم من جيل بشار عبد الله صار الغزو العراقي الغاشم بعد الغزو بعد الغزو اتجهت إلى عالم كرة السلة كان أخوي وليد رجيبة في نادي كاظمة فحضرت لمباريات بعد الغزو نهائي بين الغازسية وكاظمة فحبيت اللعبة فاتجهت إلى كرة السلة طبعا كنت بالغدم خلصت من الغدم رحت السلة طبعا في الإدارات بين الغدم والسلة تناجروا بيناتهم واستبعني أنا رحت كرة السلة طبعا من نفس ما ذكرت الإدارات الغدم وإدارة السلة تناجروا طبعا اللي سحبني واللي حببني باللعبة الكافتن مسي عليه خالد نجم طبعا بداياتي حبيت السلة تدرجت في الناشئين لعبت تحت 15 سنة طبعا بدايتي كانت في كرة الغدم في نادي كاظمة سنة 87 لعبت فيها ثلاث مواسم التالي صار غزو العراقي الغاشم بعد الغزو صار التحرير اتجهت إلى عالم كرة السلة بحكم أن أخوي وليد رجيبة لعب سلة حذرت لمباريات عدة ومن ضمن المباريات كانت نهائي ضد كاظمة والغاتسية وهني حبيت السلة واللي حببني أكثر بالسلة كابتن مسي عليه بالخير خالد نجم وطبعا استمرت في كرة السلة تقريبا من 92 تدرجت فيها من الناشئين إلى الأول لعبت تحت 15 تالي لعبت 17 و19 طبعا هنا كابتن عندنا كابتن درجة الأولى مدرب قاريموس الأمريكي طال عني قال لي خلاص أنت راح تلعب في ناشئين وراح تلعب وياي بالأول طبعا بداياتي بالأول سلت تقريبا 95 أو 96 ما أنا ذاكر بالضبط لعبت ضد الأهل المصري في بطولة العربية الأندية طبعا السابق بالتسعينات كانت كرة عالم كرة السلة هي كوارترين 20 دقيقة ب20 دقيقة ما كانت نفسها الحين حاليا تطورت عالم كرة السلة أربع كوارترات من 10 إلى 10 دقائق الحين بالسابق كانت 20 دقيقة طبعا لعبت ضد أنا ضد جمهور يعني كان عمري أنا ذاك ب15 سنة أو 16 سنة ضد الأهل المصري كانت التعادل 41-41 أذكرها حتى دخلني ممكن لمدة دقيقتين طبعا كان البديل البنش أنا البديل السادس أو السابع كنت ريح كابتن محمد نصيب ليرتاح المدة دقيقتين عشان يقدر يدش جوه المباراة طبعا دشيت المباراة أذكر والله حطيت فيها سكور واحد ودافعت وخذيت لي ريبوندين أو ثلاثة تالي المباراة اللي بعدها ضد فريق لبنان لعبت برياحية لعبت بكل ثغة طبعا من هنا بداياتي أنا دشيت في دوري الكويتي خصوصا أنا ذاك يعني بالتسعينات كانت المواجهة أكثر طبعا بين كاظمة والغاسية صار عندي ثقة المدرب عطاني الثقة طبعا أنا ألعب مع الناشئين ومع الأول طبعا من بعدها لعبت الدرجة الأولى مدرب قاري موس هو اللي أعطاني الثقة هو اللي خلاني أنا يعني أوصل للمنتخب لعبت في درجة الأولى طبعا كانوا أسامي كبار في نادي كاظمة أمثال وليد الرجيبة دريس المطيري أسعد البنوان أنا ذاك لحكت عليه في بطولة العربية اللي ذكرتها من قبل شوي اللي ضد الأهل المصري خالد نجم عبد الرحمن الناشي كانوا وايد فطاحي لها في عالم كرة السلة من هنا أنا تدرجت ليه وصلت ليه لألفين ألفين وواحد هنا خلاص قمت ألعب على قولة فيرست فايف أول خمسة أنزل صار عندي ثقة طبعا مع الوقت صار رحت المنتخب الناشئين طبعا ما ذكرتها رحنا منتخب الناشئين ورحت منتخب الأول كان عمري تقريبا 17 إلى 18 سنة طبعا اتدرجت في نادي كاظمة وذاك الوقت كان أي بطولة خارجية تقدر تستعير في لاعب من الأندية الثانية فطبعا نادي الغاتسية استعارني في بطولة الخليج اللي كانت بعمان وهذه جدا البطولة عزيزة على قلبي لأن خذيناها خذينا الأول مع ريان الغطري طبعا لو بذكرها شوي لها جزئية بسيطة طبعا لعبنا بطولة الخليج اللي بعمان خذوني نادي الغاتسية لعبنا هنا قسمين القسم اللي احنا فيه نادي الريان الغطري كان موجود فكانت بطولة الخليج فكانت بطولة الخليج بطولة القاتسية كنا مشاركين فيها أذكر كان 2006 طبعا الفرق توزعوا إلى قسمين ويطلعون من القسمين هذو يطلعون الفريقين والصوب الثاني يطلعون فيه كانوا سبع فرق من ضمن القسم ما لنا كان في ريان الغطري موجود فلعبنا وياهم لعبنا ويا أعتقد الامارات الشباب الشباب الاماراتي ولعبنا ويا السعودية أعتقد فزنا عليهم عندنا مبارات ويا ريان الغطري ريان الغطري طبعا قبلها بيوم المدرب اجتمع فينا قال لنا راح نلعب جيم عادي ما راح نلعب خططنا بس راح نلعب يعني لعبنا المعتاد الشوت والليب بس ما راح نلعب سيستمنا طبعا ريحني أنا بالامارات وأذكر عبدالله الصراف ريح فهذا السبع يريح ذيك الامارات طبعا فازوا علينا يمكن فرق ثلاثين المهم طلعنا أن هاي القسم اللي احنا فيه الأول والثاني يطلع يطلع ليلفور والمجموعة الثانية هم نفس الشي يطلع الأول والثاني لعبنا على الأول يلعب مع الثاني بالمجموعة هذا المجموعة يصيرون كروس لعبنا احنا أعتقد نزوة الأعماني فزنا عليهم وطلعنا النهاي طبعا الريان الغاطريف فاز أذكر ما الله ما أدري أي فريق فاز وطلع نهاي المال الغاسية أنه بيوري المدرب مال الريان أنه يعني فاز علينا فرق ثلاثين وصلنا نهاي فكاشف أوراقه لنا هنا يومين لعبنا يعني مبارات كانت وايد غوية على الطرفين طبعا داشينهم حتى تسخينهم المدرب قاعد يضحك تشوف أنه ريلاكس قاعد ما عنده يعني ذاك الغوة عكس احنا داشين كل قوتنا حتى اللياب مالنا والسيستم ما لنا كان وايد غوي داشين المبارات سكرنا عليهم تماما على ثري بوينت ما خليناهم يحطون يمكن إلا واحدة ثنتين يعني تبارك الرحمن وعبدالله الصراف ذاك الوقت كان يعني مبدع والحمد الله أنا مشت وياي ثري بوينت يمكن في لغطات حتى في المبارات إن شاء الله يمكن راح تشوفونها كانت مبارات غوية كانت ما خلصت لآخر ثواني حتى فزنا فرق ثنتين أو ثلاث واذكر حتى كان مدرسة الإطفاء كانوا في ضباط هناك بعمان يدرسون كانوا حاضرين حتى مع التيتش هرمالتهم شجعونا وعطونا الحافز في البطولة وهذه تقد أحسن بطولة في نسبة لي طبعا يوم كنت في نادي كاثمة مرحلة الناشئين اتجهنا إلى المنتخب طبعا أنا نقوني بالمنتخب واذكر النقوة كانت آخر اسم اسمي اللي هو 16 لاعب كان مدرب أمريكي فنقعنا بالمنتخب ورحنا المعسكر إلى الجمهورية الشيكية فكان المدرب يقعد كل اليوم أو يومين يقعد لاعب ميتن بروحه يتكلم ويا انت شنو ليش الواسطة المنتخب أو ليش لعب رياضة أو ليش لعب كرة السلة يبيعرف يبي يشوف الشخصيات عساس انه يقدر شلون يتمرن وياهم شلون يلعب ويا فكان أنا ذاك المدرب وائد كان ممتاز فأنا من ضمن 16 طبعا أنا يمكن آخر واحد قعد وياي مع التمارين ومع المباريات التجريبية فكان صريح وياي المدرب قال لي أنا نقيتك كتكملة عدد ولكن أنت أبهرتني في لعبك وفي المعسكر واللعبات الودية فأنت يعني راح تكون من أول خمسة في الملعب كانت البطولة في مصر بإسكنديرية كانت بطولة العربية طبعا كانت البطولة في مصر بطولة عربية في إسكنديرية اتجهنا هناك طبعا ردينا الكويت لمدة يومين أو ثلاثة أيام اتجهنا إلى إسكنديرية لعبنا بطولة العربية هذه أول مشاركة لي كمنتخب حققنا فيها طبعا مركز الثالث هذا يعني أول منتخب في الكويت يحقق المركز الثالث في بطولة العربية للناشئين طبعا لعبنا ضد الفلسطين لعبنا ضد قطر وهو قطر كان وقتها يعني بتسيد بطولات الخليج في المنتخب فلعبنا ضدهم على الثالث والرابع وأذكر حتى أنا من أول ثلاث أو أربع دقائق تعورت حاشني أنكل طبعا حطيت سكور ونزل واحد تحتي ولف الأنكل والشباب كلهم ما قصروا وخذينا المركز الثالث أشكر كل من ساندني في عالم كرة السلة يمكن تلاعب وحاليا مدرب وأشكر التلفزيون وأشكر المعد وأشكر المخرجين وحاليا تحتيت الملاحي